بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي يعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خيري معلم الناس الخيري محمد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قبري إن شاء الله النهاردة أول فيديو في شرح منهك تانية سنوي الفيديوهات دي هت سلسلة هتكون من 8 فيديوهات كل درس هيكون فيديو إن شاء الله الفيديو هتراح طوله من ربع ساعة في الدروس الصغيرة إلى مص ساعة أو أكتر قليلا في الدروس الطويلة بإذن الله نحاول نعطل منها كله نفهمه كويس ونتخيله كويس عندنا ثلاث وحدات الوحدة الأولى هي التغذية الوحدة التانية هي النقل والوحدة التالية هي التنفس وخاصة التنفس الخلوي وبعد كده هيشرح لك التبادل الغازي نبدأ به التغذية ولما تيجي تتكلم عن التغذية ففي مقدمة لازم تفهمها الأول عشان نفهم الإسكيمة العامة بتاعت التغذية إن شاء الله نبدأ بالمقدمة إن شاء الله فلما يجي يكلمك عن التغذية فهو عايز منك ثلاث حاجات يقول لك معناها تعريف بتاعها وعايز بعد كده الأهمية بتاعتها وفي الآخر خالص عايز أنواع التغذية والعنوان المهم الحقيقة هو أنواع التغذية لإنه هو المدخل للإسكيمة العامة ولكن نخلص دلوقتي نشوف التعريف التعريف بيقول لك هو الدراسة العلمية للغذاء والطرق التي تتغذى بها الكائنات الحية يعني الدراسة العلمية للغذاء يعني إن ت دلوقتي عندك طبق الطبق ده 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 فيه كؤسة وفيه بتنجان وفيه لحمة وفيه رز وفيه مكارونة وبجنبه كباية مية أو كباية عصير فدقة الغذاء أنت بتدرسه دراسة علمية إيه المادة دي أو إيه المواد اللي جواها وإيه العناصر لنا بستفيد منها وهل بتديني كالوريز قد ايه او سعرات حرارية قد ايه هل مفيدة في بناء الجسم هل مفيدة في تعود الانسجة التاليفة ولا ايه بالزبط جميل فدية الدراسة العمنية للغذاء زائد الطرق التي تتغذى بها الكائنات الحية والطرق ديات كتير جدا ولكن احنا بنختصرها في حاجتين حاجة اسمها تغذية ذاتية وتغذية غير ذاتية والحقيقة ان هم دولة انواع انواع التغذية ودولة اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله طيب الى همية طيب واحنا بنأكل ليه احنا بنأكل علشان عايزين طاقة علشان حضرتك تبقى مركز دلوقتي وانت بتسمع الفيديو دوات ومخك يلاقي طاقة يقدر يفهم بها هذا الكلام وعلشان حضرتك كمان شوية هتقوم وتطفق وطفق في الفيديو وتروح تعمل اي حاجة وتيجي فانت محتاج طاقة تاني حاجة محتاجينها علشان النمو حضرتك ما تولدتش كده انت تولدت صغير وكبر تمام كلنا كنا كده صح والله تمام فاحنا محتاجينه علشان النمو وان شاء الله نفضل نكبر يعني طيب طبعا فيه وقت معين احنا بنقف بنقف النمو ولكن بيبقى فيه زيادة لو زيادة اكتر من كده يبقى داوة زيادة في الوزن وده مش حاجة كويسة يعني ولكن احنا محتاجينه كمان علشان تعويض الانسجة التالفة تعويض التالف يعني ايه يعني هنا بتعور ولكن لما تعورت من شهر كده وبص على ايدي الحمد لله دلوقتي مفيش اثر للتعويض اصلا ليه الجرح تم التقاه من هذا الجرح ويتعوض الجلد بتاعي دوت الطبقة اللي فوق بتبقى طبقة ميتة بيتم هدمها باستمرار يعني اي احتكاك لجلدك مع اي سطح فالطبقة السطحية للجلد بتتشال ولكن بيتم تعوضها باستمرار فاحنا عايزين الغزاء علشان التلات حاجات دول ايه هم التلات حاجات عايزينه علشان الطاقة عايزينه علشان النمو وعايزينه علشان تعوض الانسجة التالفة طب ايه tragزاء اصلا او ايه هو التغزية اصلا الدراسة العلمية الغزاء بانواعه والمكونات بتاعته وهو الطرق التي تتغذبها الكائنات الحاجة اللي هي قد تكون ذاتية او قد تكون غير ذاتية تعال بقى نتكلم عن الانواع اللي هي برضو قد تكون ذاتية او غير ذاتية لكن الانواع ديت مهمة جدا لان هي ديت المدخل لفهم فهم الوحدة كاملة أول حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها التغذية الذاتية أو الكائنات ذاتية التغذية وفي حاجة تانية اسمها كائنات غير الذاتية أو غير ذاتية التغذية يعني إيه ذاتية التغذية بقى ذاتية يعني بتقدر تعتمد على نفسها في صنع الغذاء وتقدر تصنع الغذاء من إيه يعني من اللاشيء لا طبعا من الشيء ولكن الشيء دوت قليل بص مواد بنسميها ثلاث كلمات منخفضة الطاقة وبسيطة التركيب وبتبقى بطبيعة الحال مواد غير عضوية دوت كله هذه النباتات وهذه الكائنات تقدر تحول المواد دي اللي بتتصف انها مواد تقريبا كده تقدر تقول يعني مالهاش لازمة طبعا مفيش حاجة مالهاش لازمة ولكن يعني ما جالزا نقدر نقول انها مالهاش لازمة لانها غير عضوية بسيطة التركيب منخفضة الطاقة على افا من يشيل مليانة في الكون ولكن هل انت تقدر مثلا تعيش بالمواد دي طب ما تقول لي هي ايه المواد دي الاول عشان اقولك المواد دي زي سي او تو ساني اكسيلكربون زي المية زي الاملاح السوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرهم هل انت تقدر تعيش بالحاجات دي ميا وملح وساني اكسيلكربون دي انا هتخنق والملح دولات مش هيكفوني اه اصلا انت من كائنات غير ذاتية التغذية انما النبات يقدر يعيش بالحاجات دي ويقدر يحولهم الى مواد عالية الطاقة عشان حضرتك بقى تيجي تكلها عالية الطاقة معقدة التركيب وفي الاخر ان هي بتبقى مواد عضوية طيب اديني امثلة كده زي ما ادتني امثلة هنا اه ما هنت عارفهم كربوهايدرات ها انت كملت لوحدك بقى ليبيدات وفي الاخر بروتينات جميل جدا طيب مين بقى الكائنات اللي نقدر نقول عليها زي تيت التغذية وتقدر تعمل حاجات دي اي كائن عنده كلوروفيل اي كائن عنده كلوروفيل يقدر بالطاقة الضوئية بتاعة الشمس يحول المواد دهية للمواد دهية ويعمل عملية البناء الضوئي طيب يا مين الكائنات اللي فيها كلوروفيل طبعا 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 النباتات وما ينفعش تقول النباتات وزيسكوت لان فيه نباتات بتبقى غير زي تيت التغذية وفيه نبات عارف النباتات الاكلة الحشرات مثلا ديها غير زي تيت التغذية بتعتمد على الحشرات في غذائها لكن لازمة نتقول النباتات الخضراء وفيه حاجات تانية بعض انواع البكتيريا بعض انواع البكتيريا مش كلها ليه عشان انواع البكتيريا ديها اللي هي فيها كلوروفيل بكتيري زي حاجة اسمها بكتيريا الكابريت الارجوانية والخضراء جميل جدا كده أنا فهمت يعني ايه تغذية ذاتية نقولها بسرعة التغذية الذاتية يا شباب هي التغذية اللي تستطيع تحويل المواد اللي هي ملهاش لازمة الى مواد اللي لها لازمة المواد منخفض الطاقة الى مواد عالية الطاقة بسيط التركيب الى معق поддерж التركيب المواد اللي مش عضوية زي جسيل الكربون والمية والاملاح المعدنية الى مواد عضوية زي الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات والنباتات او الحاجات ديت تتميز انه تحتوي علي حاجة مهمة جدا ما اسمها الكولوروفيل والكولوروفيل دو تمكنها من صنع عملية او القيام في عملية البناء الضوئي علشان تحول مواد دي للمواد ديت طيب مين الحاجات ديت لأنبتات الخضراء وبعض أنواع البكتيريا زي بكتيريا الكابريت الأرجوانية والخضراء طيب بالنسبة للحاجات غير ذاتية التغذية فدولة بنقسمهم لتلات حاجات حاجات بنسميها غير ذاتية عضوية وغير ذاتية رمية وغير ذاتية طفيلية طيب الغير ذاتية عضوية دي لإما أكلات عشب بس إما أكلات لحوم بس إما مفجوعة ما بتسبش حاجة اللي هي متنوعة الغذاء طيب مين المفجوع دو الإنسان للأسف طيب مين أكلات العشب الأسد مثلا أكلات أكلات اللحوم زي الأسد أكلات العشب زي الماشي البقر بقى والحمير والحاجات دي طيب الرمية أهم حاجة تفهمها أن هي على الكائنات الميت أما الطفيلية دي على كائنات بتتطفل على كائن حي كائنات حية طيب الرمية دي زي ايه زي انواع بعض انواع الفطريات والبكتيريا ودولة اللي بيجوا على الكائنات بعد موتهم ويروح يحللوهم طيب الطفيلية اللي بتتطفل على الكائنات الحية طبعا الديدان وأهم الديدان البلهارسيا بس الكلام ده كان زمان الحياة دلوقتي البلهارسيا مش موجودة فيه ددان أهم دلوقتي زي الأسكارس زي الأنكليستوما طبعا البلهارسيا موجودة شباب ولكن الفكرة اللي هي علاج اللي العاج بتاعها سهل يعني حاجة اسمها برازي كوانتال سهل خارس وفيه حاجة تانية من النباتات اللي هي بتبقى طفيلية نبات اسمه الهالوك ونبات الهالوك ده بيتصل بالنباتات الأخرى ويمص العصارة بتاعتها من اللحاء وياخدها لنفسه فما يقدرش يصنع أغزاء من نفسه فيبقى غير ذاتي التغذية جميل جدا طيب واحنا المفروض نعمل إيه بقى المفروض نعمل الآتي ندرس الكائنات ذاتية التغذية والكائنات غير ذاتية التغذية طيب مين اللي احنا هناخده مثال الكائنات ذاتية التغذية طبعا النبات وهو دوت موضوعنا في الدرس الأول وفي الدرس التاني طيب والكائنات غير ذاتية التغذية طبعا هنتكلم عن الإنسان ودوت موضوعنا في الدرس التالة إن شاء الله طيب هنتكلم على ايه في النبات بص يا حبيبي مش هو النبات دوت كائن ذات التغذية بياخد المواد الغير عضوية يحولها لمواد عضوية بياخد المية والاملاح وساني اكسيد الكربون علشان يحولهم لكربوهايدرات وبروتينات ولو يبدأت عن طريق عملية البناء الضوي حلو قوي يبقى انا جاي اشرح لك الحاجتين دول جاي اشرح لك ازاي بياخد المية والاملاح من التربة فانا هشرح لك الجزر وازاي بياخد ثاني اكسيد الكربون من الهوى فانا لازم اشرح لك ازاي بياخد ثاني اكسيد الكربون من الهوى دوت اللي هو الصغور بتاعة الاوراق ولكن الحتة دي تتشرح في الاخر خالص في الوحدة بتاعة التنفس اخر حاجة في المنهج ولكن اللي هميني دلوقتي في الدرس الاولاني كله كل الدرس الاولاني يا شباب ان انا بشرح ازاي المواي الاولاني بدخله للنبات طب الدرس التاني بتكلم عن عملية البناء الضوي ولكن دايما احنا افهم بقى ان احنا دايما بنتكلم عن حال اسمها التركيب والوظيفة طيب هو امتصاص الماء والاملاح ده ايه ده وظيفة طيب مين التركيب الجزر طيب هو عملية البناء الضوئي ده ايه وظيفة طيب فين التركيب الورقة المحتوي على البلاستي ده جميل جدا يبقى انا كده عرفت انا هدرس ايه كل اللي انا هدرسه هو القاتي ان انا هدرس تركيب الجزر عشان هدرس ازاي بناخد المية والاملاح وبعدين هدرس تركيب البلاستي ده والورقة عشان نعرف ازاي هعمل عملية البناء الضوئي طيب في الانسان لما يجي الانسان بقى انا بنتكلم عنه عملية الهضم والامتصاص والاخراج والحاجات ده كلها نبدأ بسم الله ونبدأ اول جزء وهو التركيب بتاع الجزر بسم الله الرحمن الرحيم تركيب الجزر الجزر زيه زي اي حتة في الكائنات الحية او في النبات بالتحديد بيبدأ من بره بحاجة اسمها البشرة بص انت داخل للنبات من الورقة هتلاقي الدمج بشر من الساق هتلاقي الدمج بشر من الجزر هتلاقي الدمج بشر يبقى اول حاجة بتقابلها دايما في النبات هي البشرة والبشرة ديت عبارة عن ايه عبارة عن صف كده من الخلايا والخلايا ديت بتتميز ان فيها نواة وفيها سيتوبلازم وفيها حاجة مهمة جدا اسمها الفجوة العصارية نواة وفجوة العصارية وحواليها جزء صغير كده من السيتوبلازم احد هذه الخلايا قرر ان هو يتمدد لبره كده ويعمل حاجة اسمها شعيرة جزرية والشعيرة الجزرية ديت الفجوة العصارية بتاعتها بتبقى ضخمة جدا 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 ومليانة املاح كتير جدا فوق ما تتخيل مركزة جدا يعني وحواليه هنا شوية سيتوبلازم وفيه هنا نواة مثلا تمام احنا جايين ندرس ايه بقى؟ جايين ندرس الشعيرة الجزرية دي جايين ندرس الشعيرة الجزرية اللي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا من خلايا الطبقة طبقة البشرة بيسموها الطبقة الوبرية هي خلية واحدة والخلية دي بتتماس بايه ان الجدار بتاعها رقيق عشان تسمح بمرور المواد والأملاح من بره الجو تاني حاجة ان هي بتفرز مادة لازجة ليه علشان تقدر تتغلغ بين حبيوات الطربة مو ده الجزر تحت في الارض الارض لو نشفى مش هيقدر ينغز في الارض فلازم بقى في مادة لازجة تساعده على هذا وتالت حاجة ان هي تركيز العصارة جواها عالي جدا ليه بقى لان بص افهم بقى حاجة اسمها الخاصية الاسموزية هنقولها دلوقتي خاصية الاسموزية بتساوي ايه يساوي ان الماء يحب الملح المية بتحب الملح فالمية هتدور الملح فين وتروح له طب ما هو الملح جوه احنا عملنا نقول ان الحتة دي هتمركزة خلاص يبقى المية هتدخل من برة لجوه من برة لجوه يبقى اذا التركيز العالي دوت ليه علشان يدخل الماء الى الفجوه العصارية بالخاصية الاسموزية جميل جدا ولازم تعرف بقى ان هي مش شعيرة جزرية واحدة لا دول كتير جدا يعني ممكن الخليها دي كمان تتمدد وديت وديت واللي جنبها واللي جنبها علشان يبقى عددهم كبير فيزودوا مساحة السطح جميل جدا جدا طب هي طولها قد ايه صارة جدا حوالي اربعة ملي لانها شعيرة مش شعرة جزرية حتى اربعة ملي والقصر بتاعها دوت ورقة الجدار بتاعها دوت بيخليها بتتقطع باستمرار يا حلاوة مال النبات هيعمل ايه لا ما تخافش ما هي برضو بتتعود باستمرار من حتة اسمها منطقة الاستطالة بالجزر جميل جدا كده احنا اتكلمنا عن ايه اتكلمنا عن التركيب تركيب الشعيرة الجزرية جهة دور بقى اللي نتكلم فيه عن ايه ما حدش ينسى باك الكلمة دي التركيب والوظيفة نتكلم عن وظيفة طب يا الشعار الجزرية احنا جايبينها ليه عشان تمتص الماء والاملاح يبقى احنا جايين نتكلم عن تمتص الماء والاملاح المية تمتص بثلاث طرق وانا مش عايز ازود فيهم عشان ما نحسش ان الكلام صعب كده فهنقولهم بسهولة خاصية اسمها التشرب وخاصية اسمها الاسموزية والحاجة التالتة اسمها النفازية الاختيارية انما الانتشار الحقيقيقة الانتشار مش بتاع المية الانتشار بتاع الاملاح اللي ماشي في المية فنتكلم عن التشرب التشرب دوات معناها ايه سفنج مادة غروية بص حاجة كده عاملة زي السفنجة بتمص المية بتشفط المية طب ايه الحاجات اللي بتشفط المية مادة اسمها سيليلوز ومادة اسمها بيكتين والبروتينات بتاعة البروتوبلازم يبقى التلات مواد دولة بيعملوا على شفط المية تشرب المية حلو قوي طيب الاسموزية ها مش عايز اتكلم انا اه الماء يحب الملح علش عشان الموضوع يبقى شعير شوية بس المية بتحب الملح جميل جدا يعني ايه يعني دلوقتي انا حطيت اناء اهوت وامتجي حطت هنا غشاء بيعدي المية بس بس ما يعديش الاملاح وحطت هنا معلقة ملح وحطت هنا تلات معالق ملح تفتكر المية هتروح فين هتروح لنحية دي بالايه بالخاصية الاسموزية ليه لان المية بتحب الملح فهتدور الملح الاكتر فينه وتروح فكمان شوية هتلاقي ان مستوى الملح نزل المية نزل هنا ومستوى المية طلع لحد هنا لانها انتقلت عبر الغشاء اشيبهم ونفذل الناحية التانية جميل جدا طيب هو ايه اللي خليها تيجي ما قلت لك في ملح كتير الضغط اللي شدها حاجة اسمها الضغط الضغط الاسموزية تبقى الخاصية الاسموزية بص عشان ما نرغيش في الضغط الاسموز دوت دوت بيعتمد على كمية الاملاح كلما زادت كمية الاملاح كلما زادت ضغط الاسموزي وكلما زادت قدرة المحلول دوت على على شفط المية نحيته يعني دلوقتي لو حطت هنا اربع معالق اربع معالق ملح بدل ثلاثة اطلاق المية عليت هنا وقلت هنا اكتر ليه لانت زودت كمية الاملاح فزودت الضغط الاسموزي فزودت قدرته على شفط المياه ناحيته تمام حلو او طيب النفاذية الاختيارية النفاذية الاختيارية دي بنتكلم معايها في ثلاث مواد هو فيه عنوان كبير اسمه النفاذية النفاذية عموما النفاذية الاختيارية ده نوع من انواع النفاذية طيب احنا عندنا كم كم حاجة في النفاذية في النبات ثلاث حاجات يا اما نبات غير او حاجة غير منفزة اللي هو جدار غير منفز يا اما جدار منفز يا اما غشاء شبه منفذ هنقرم يعني بينهم من حيث ايه من حيث الميا ومن حيث الاملاح ومن حيث كمان الجزيئات الكبيرة زي مثلا السكريات زي البروتينات الحاجات دي الأحماض الأمينية الحاجات دي وبعد ندي أمثلة الغير منفذ بيقول لا لكل حاجة لا بيعد ميا ولا أملاح ولا سكريات ولا بروتينات ولا الحاجات الكبيرة دي طب المنفذ بيقول يعني صح لكل حاجة بيعد الميا والأملاح والسكريات والبروتينات والحاجات الكبيرة الغشاء الشبه منفذ بقى عائل محدش يقول لا للميا طبعا فبيقول للميا عادي تعد الميا ولكن بيجي على السكريات والبروتينات ولم لا مش هتعده لأن انتو حجموكو كبير فمش هعديكو والنبات محتاجكو فانا مش عايزكو تخرجو برا الخلية او تدخلوا يعني يخليكم في مكانكم طب بالنسبة للاملاح الاملاح بقى هنا يجي حتة النفاذية الاختيارية بتختار انا هدخل الاملاح او لأ على حسب حاجة النبات يبقى النبات هو اللي بيختار فتيجي حاجة اسمها الايه النفاذية الاختيارية طيب جميل جدا طب قول لي بقى الامثلة بالنسبة الامثلة على الاغشية او الجدر معلش الجدر غير منفذة تلات مواد مادة اسمها كيوتين ودي بتبقى موجودة دي طبقة شمعية بتبقى موجودة على الاسطح على النباتات الصحراوية زي الصبار والتين الشوكي عشان تمنع فقد الماء ومادة تانية اسمها سيوبرين ودي برضو مادة فلينية تبقى موجودة في الخلال فلينية وبرضو بتمنع فقد الماء والمادة القوية جدا اسمها اللجنين مادة اللجنين وديت مادة غروية صحيح بتتمتص المية ولكن ما بتعدهاش لا تنفذ المية طيب بالنسبة بقى الحاجات المنفذة دوت السليلوز الجدر السليلوزية منفذة لان السليلوز دوت من الكربوهيدرات والكربوهيدرات محبة للمية اما الغشاء الشب минутفز هو الغشاء البلازمي طيب حد فاكن الغشاء البلازمي كان بتكون من ايه كان بتكون من 3 حاجات حاجة عاملة كده دي كان اسمها فوسفو ليبيدات رؤوس محبة للماء وزيول كارهة للماء وكان في حاجة فلنص كده اسمها كلستيرول وكان في بروتينات مطمورة بتعمل كبوابات لمرور المواد اسمها البروتينات يبقى فوسفلايبضات وكوليستيرول وبروتينات ودوهة الغشاء البلازمى وكده يبقى احنا بنتكلم عن إيه بنتكلم عن المية إزاي المية بتنتص اتكلمنا عن المية لسه pois. أحد تقومنا عن أملاح المية بتنتص إزاي يعمل حج بثلاث طرق طريقة اسمها التشرب وطريقة اسمها الإسموزية وطريقة اسمها النفاذية الاختيارية طيب كلمني عن التشرب التشرب يا باشا هو عبارة عن شوية مواد كده عاملة زي السفينج بتمتص المية مواد غروية ادينا امثلة سليلوز وبكتين وبروتينات البروتوبلازم طيب بعد كده الاسموزية المية بتحب الملح فبالتالي الحتة اللي فيها ملح اكتر المية هتروح ناحيتها وبالتالي في حاجة اسمها الضغط الاسموزي اللي بيتناسب طرديا مع كمية الاملاح بيتناسب طرديا مع الخاصية الاسموزية كلما زادت كمية الاملاح زادت ضغط الاسموزي وزادت قدرة المحلول على شفط المية ناحيته بالنسبة ليه الاغشية عندنا عندنا تلات انواع من الاغشية اما اغشية بتقول لا على طول غير منفزة لا 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 للمية والاملاح والسكريات والبروتينات والمواد الكبير او اغشية ما بتقولش لا لحد اللي هي الاغشية المنفزة صح 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 كله يعدي اللي هو السليلوز اما اللي فوق كان الكيوتين والسيوبرين والجنين ده وتسلول والغشاء الشبه ومنفذ اللي هو عائل محدش طبعا يقول للمية لا فالمية بتعدي والسكريات والبروتينات عشان حجمها كبير فمش هتعدي وتيجي بقى العقل يبان هنا في الحتة بتاعة الاملاح لانه اما يعديها اما ما يعديهاش على حسب حاجة النبات جميل جدا تعالى بقى نتكلم عن الاملاح والاملاح اسهل كتير من المية على فكرة ازاي بقى الاملاح تعدي اا من النبات او يتم امتصاصها بوسط الجزء الاملاح هنتكلم عن تلات حاجات الحاجة الاولية وهي الانتشار وفتكر حرف الشين عشان هنتكلم عليها زي الشلال والشلال اللي بيحصل المية بتنتقل من الوسط الاعلى للوسط الاقل وكزلك الانتشار هو انتقال الاملاح من الوسط الاعلى في التركيز الى الوسط الاقل في التركيز فبالتالي لو انت عندك حاجة عاملة كده غشاء المراضي بس الغشاء المراضي شبه منفس بيعدي الاملاح ما بيعديش المية وانت حاطت هنا معلقة ملح وحاطت هنا خمستاشر معلقة ملح خلي بالك الغشاء بيعدي ايه بيعدي الاملاح ما بيعديش مية فبالتالي الاملاح هتروح من الوسط الاعلى في التركيز للوسط الاقل في التركيز من الوسط الاعلى للوسط الاقل ولكن في في مشكلة ان لو انت حاطت ملح اسمه ما ينفعش حد ان ايه و سي لعلى بعض لازم ان يبقى ان ايه موجب وسي ل سالب لازم يبقى وانيون فيتحولو لانيو للايونات يا اما ايونات اا موجاب السايばいة اللي هي انيونات حاجة مسلا زي لازم ان يبقى كالسيام لوحده وسي او سري لوحده وهكزا بقى لازم ان يتم التأيون الاول. والحاجة التانية احنا عارفينها اسمها النافازية الاختيارية. وانا مش هتكلم عنها. عشان لسه ايلها من شوي. ايه اما منفزة. ايه اما غير منفزة. ايه اما شيبه منفزة. وتكلم بقى براحتك. الحاجة المهمة جدا بقى حاجة اسمها النقل النشط. النقل النشط. يعني ايه النقل النشط? ده عكس بقى الشلال. يعني انت واقف تحت وعايز تطلع لفوق ضد التدرك في التركيز. يعني انت عايز تنقل الاملاح من الوسط دهو للوسط دهو. طب ازاي? ده هو عنده كتير ياخد مني? اه. هو راجل غتت وراجل يعني بخيل وعرة. معلش يعني هو مع فلوس كتير. ورغم ذلك عايز ياخد منك اللي معاك. هو عنده املاح كتير ورغم ذلك عايز ياخد برضو. بعض النباتات بتبقى كده. بعض النبات النباتات محتاجة املاح كتير جدا. رغم ان هي عندها املاح اكتر من الطربة. متخيل جوة النبات في املاح اكتر من الطربة. ورغم ذلك لسه بياخد من الطربة. ولكن دوت لازم يدفع فلوس بقى. فهو نقل نشط. ازاي نقل نشط? محتاج ايه تي بي. والاي تي بي دوت هو ايه تي بي ده? ده عملة الطقوة في الخليل. طب هو الاي تي بي ده جاي من اين? جاي من حر المواد الغذائية. وهو المواد الغذائية دي زي ايه? زي الجلوكوز. طب هو الجلوكوز ده بتحرق ازاي? طب ما احنا عارفين ان الغاز اللي بيساعد على الاشتعال اللي هو الاكسوجين? يبقى تعالى مبوز كده الدنيا لو ما فيش اكسوجين مش هيتحرق ما فيش حرق للجلوكوز فما فيش ايه تي بي فما فيش نقل نشط فالنبات يموت. يبقى بالتالي الاكسوجين مهم ايه طبعا عشان تلاقي حرق علشان الاي تي بي يتكون علشان النقل النشط يتم ويعيش النباتة. المثال اللي عندنا تحلو باسمه نايتلا. نايتلا. التحلو بده بيقيسه. المواد اللي جواه لقوا ان المواد دو جواه ما شاء الله عالية جدا. جدا. عالية قوي. طب يجي جوم يقيسه نفس المواد دي في التربة لان هي قليلة جدا. دي في التربة. طب ازاي العالي ياخد من القليل نقل النشط بيدفع اي تي بي من جيبه علشان يطلع له المواد دي باس ده تحلو بنايتلا. ده اصنع حاجة بسطة خالص وهي يا ترى هي ايه الاملاح دي اصلا او زي ايه? او ايها هميتها هو مش حضرتك انت عايز تكون كاربوهايدرات وبروتينات واحماض نووية اللي هي الدين ايه والار ايه وعايز تكون اللي بيدات معلش بس يعني اخدنا على عدة عقلي. انا وااخد في في سنة اولى ان الكاربوهايدرات ديت سي اتش تو او الكل باي تو باي ان اللي هي سي ستة اتش اتنشر او ستة مثلا يعني زي الجلوكوز. البروتينات برضو عبارة عن سي اللي هو الحمض الاميني كان فيه هنا ار وكان فيه هنا اتش وكان فيه هنا ان مش عارف ايه وكان فيه هنا اا سي او اتش والدي ان ايه نفس الكلام والله يبدات سي او اتش و او برضو نفس الكلام. وانت عايز الاملاح ليه? مش انت عايز كربون وهيدروجين واكسوجين وخلاص. واضجت يعني الحقيقة اه. ولكن بعض الاملاح مهمة علشان العمليات الحيوية جوه النبات. اصل الكاربوهايدرات ديت انت متضغطش على الزرار عشان تتكون. لا محتاجة عمليات حيوية. فاحنا محتاجين الاملاح عشان دي. عشان الحاجات ديت. عشان تتم العمليات الحيوية. وعلشان النمو الخضري للنبات. وعلشان اللي هو عملية الازهار والاثمار. فلو ما فيش الاملاح ديت. ما فيش نمو خضري. وطالما ما فيش نمو خضري. يبقى ما فيش غزاء. ما هو الاوراق الخضراء هي اللي فيها كل الروف اللي بتعمل بناء ضويل اللي بتكون غزاء. ولو ما فيش غزاء ما فيش ازهار. ولو ما فيش ازهار ما فيش استمار. يبقى خلاص انت زرع النبات ليه بقى ما انت كنت جايبه عشان الحاجات ديات اصلا جميل بيقسموا بقى المغزيات او اللي هي الاملاح ديات لحاجتين مغزيات كبرى مهمة ومغزيات صغرى مهمة ولكن هي اقل اهمية دولة النبات بيحتاجهم بكميات ليست بالقليلة يعني مش كميات كبيرة قوي هي بتخدر بالمايكرو جرام صحيح ولكن يعني تعتبر برضو مهمة اما الصغرى دي بيحتاجها بكميات قليلة جدا طيب هما دول عددهم كام عددهم سبعة ودول عددهم كام عددهم تمانية طيب نخلص من وظيفة دول الاول بيشتغلوا منشطات للانزيمات ايه الوظيفة الرخمة ديات وظيفة كده يعني تحس انها مش مهمة اوي هو مش انزيم ده هو بس بينشط الانزيم يا حلاوة ده هو الانزيم يا حبيبي هو بينشط اصلا يعني الانزيم مادة منشطة تيجي انت اتنشطه اه محتاجينهم ولكن لو مش موجودين النبات مش هيتأثر اولا انما العناصر الكبرى ديات لأ مهمة ليه بقى لانهم بيعملوا وظيفة كتير جدا ولكن قبل ما نقول وظيفة لازمة نقول هم مين وعلشان نحفظهم كنا بنحفظهم في حاجة يعني جملة كده اسمها واحد مسك مج نسكفيه وكبه وقعه يعني فهو عمل ايه بقى كب مج نسكفيه اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب تعال بقى نقول وظيفة بتاعت كل واحد هنختار كده الحاجات اللي هو ايه الوظيفة بتاعتهم الحديد ده بيشتغل كا في الانزيمات انزيمات البناء الضوئي بالنسبة لاملاح الكابريتات والنطرات والفوسفات التلات املاح دولت بيحولوا الكربوهايدرات الى بروتينات والفوسفات البي دي بتفكرك بالاي بالاتب مركبات نقل الطاقة وان شاء الله الحصة الجاية هكلمك عن تركيب الكولوروفيل وهتعرف ان هو عبارة عن سي خمسة وخمسين اتش اتنين وسبعين وان اربعة وو خمسة وفي الاخر فيه ام جي ورغم ان الام جي واحد لكنه اهم حاجة في تركيب الكولوروفيل فالام جي بيدخل في تركيب الكولوروفيل كده خلصنا الدرس طيب اهو احنا اتكلمنا عن ايه يا اتكلمنا عن حاجة كتير تكلمنا سريعا كده عن التغذية وقلنا ان التغذية ديت عملية حيوية محتاجينها او هي الدراسة العلمية للغذاء والطرق اللي تتغذبها الكائنات الحية والكانات دي والطرق ديت قد تكون ذاتية وغير ذاتية لهمية عشان تبدينا طاقة عشان النمو عشان تعود الانسجة التاليفة طيب الانواع بتاع التغذية اما تغذية ذاتية اما تغذية غير ذاتية توب التغذية ذاتية معناها ايه ماانى ان انت بتحول المواد للمجلاش لازمة لمواد لها لازمة بالثلاث خصاش بتوعها والثلاث امثلة والثلاث امثلة طب انا احاولهم ازاي بعملية البناء الضوي طب انا محتاج ايه علشان اعمل البناء ضوئي? محتاج كولوروفيل طب الكولوروفل ده تلاقيه فين? تلاقيه فين بسيطة الخضراء وبعض البكتيريا زي بكتيريا الكابريت الأرجوانية والخضراء طب بالنسبة بقى للحاجات اللي هي التغذية الحاجات اللي هي الغير ذاتية الغير ذاتية ديت يعني ما تقدرش تصنع غذاء من نفسها بتعتمد على الحاجات اللي فوق ديت عشان تاخد الغذاء منها واما تكون عضوية او رمية او طفيلية طب العضوية اما يكلات عشب بس اما لحوم بس اما مفجوعة زي الانسان وتنوعة الغذاء طب الرمية ديت اللي بتطف على الكنانات الميتة والطفيلية على الكنانات الحية زي الديدان ونبات مهمة جدا الهلوك ما تنسووش والديدان فيه الاسكارس والانكريستومة وقديما كان فيه البلهارسي طيب لما نجي نتكلم بقى عن النبات اللي هو بيعمل عملية البناء الضوئي انت محتاج تدرس في ايه تدرس كيف يقوم بالصناعة الغذاء بنفسه كيف يقوم بالصناعة الغذاء ذاتيا فانت محتاج هو محتاج املاح ومية وساني اوكسيل كربون طب هو بيجيب الاملاح والمية ازاي بالجزر فانت لازم تدرس تركيب الجزر ووظفته اللي هو متصوص المية واملاح وبعد كده في الدرس التاني ان شاء الله ندرس التركيب الورقة والبلاستيدة ووظفتهم اللي هي عملية البناء الضوئي بعد كده بناءنا نتكلم عن تركيب الجزر وهو عندنا طبقة من الطبقة اسمها الطبقة الوبارية اللي هي البشرة وطلعنا منها حاجة اسمها الشعيرة الجزرية اللي بتتميز ان هي عددها كبير والجدار بتاعها رقيق وبتفرز مادة لازجة والتركيز بتاعها عالي عددها كبير علشان تزود مساحة السطح رقيق عشان تسمح بالتبادل لازجة عشان تقدر تتغلغل بين حبيبات التربة وعددها واصل التركيز جواها عالي علشان تسحب المية تخلي المية آآ تتسحب لجوة علشان في جوة ملح كتير لان المية بتحب الملح يميل ودي طبعا هي الخلاصة بتاعة الخاصية الاسموزية فلما جينا نتكلم هنتكلم بقى عن الوظيفة اللي هي المية والاملاح امتصاص المية والاملاح المية هنتكلم عليها بتلات حاجات التشرب والاسموزية والنفاذية واتكلمنا على الحاجات دي تفصلناها يعني رجعناها مرة الحاجات بتاعة الاملاح بقى بتلات طرق يما بالانتشار يما بالنفاذية الاختيارية يما بالنقل النشط الانتشار الشلال من فوق لتحت من الوسط الاعلى في التركيز الوسط الاقالي في التركيز بس خلي بالك لازم يحصل تأيون الاول الانيونات والكاتيونات السالبة والمجابة وعلى فكرة قد يحدث استبادل لبعض الايونات مع بعضها زي مثلا السوديوم والبوتاسيوم يعني احيانا النبات بيبقى محتاج سوديوم وهو عنده بوتاسيوم كتير مش محتاجه فيخرج البوتاسيوم وقول له هاتل بيداله سوديوم اللي هي العملية بتاعة المقايدة دي جميل والنقل النشط دو عبارة عن عملية نشطة ليه لان انت هتطلع الشلال مش هتنزل اصل انت لو قفت على الشلال واسبتها نفسك ما هتقع عادي انما هتسيب نفسك تطلع تطير ما فيش كده يبقى لازم ان يكون في تدفع في الوسط طاقة طب الطاقة دي جايبها منين من حرق المواد الغذائية في وجود الاكسوجين والطحلوب اللي احنا اتكلمنا عنه طحلوب ميتلا بعد كده اتكلمنا عن ان في اه اه اهمية العناصر الغذائية اصلا او الاملاح ان هي مهمة للنمو الخضري والنمو الخضري مهمة عشان الازهار واثمار او الاثمار واسمنا المغزيات او الاملاح الكبرى وصغرى والاملاح او المغزيات الكبرى دي اتحطناهم في كلمة واحدة اسمها كب مج نسكافيه وقلنا الوظيفة بتاعت كل واحدة منهم هم عددهم سبعة الحديد مهم عشان انزيمات البناء الضوئي املاح الكابريتات والنطرات والفوسفات مهمة علشان نحول الكربوهايدرات الى بروتينات والفوسفات ده هت مهمة علشان انتاج جميل جدا والمغنسيام مهمة علشان يدخل في تركيب جزء الكولوروفيل رغم ان هو عدد واحد بس والباقين دول عددهم ارقام غريبة كده ولكن هو الاهم والصغرى ديت عددهم تمانية اه انا نسيت اقول له ما اسمهمهم صحيح اقول لهم دلوقتي وبيشتغلوا كمنشطات للانزيمات بنسمهم ايه بقى عارفين النيزك والمزنب والحاجات ديت ففي مزنب اسمه اسمه اي فهو المزنب اي من حتة اسمها كلوكو تمام المزنب اللي اسمه اي من كلوكو الكلام دوت بقى تعال نشوف كده المو زنب اللي اسمه اي من حتة اسمها كلوكو تمام طيب ما فهمتش برضو ايه الالمونيوم ام او عنصر كده اسمه عنصر غريب كده ودوت الخرسين او الزنك ودوت البورون اللي هو بي خمسة بي مش بي مش بي بي مش بي ماشي معلين بي خمسة والاي دوت الواليود ودوت المنجنيز ودوت الكلور ودوت السي يو النحاس بس اه نعرف ان الفيديو طول ولكن كلام مهم يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشتد ولا لا اله الا انت استغفرك يتوب اليك والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لو عجبك الشرح اعمل لايك خلي عندك دم وعمل لايك وتفعل مع الفيديو لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات ويبعثه لزميلك لعل حد يستفيد انا في الاخر يعني انا مش كسبان حاجة من ورا الحاجات ديت انا في الاخر الدكتور قبل ما اكون يعني بشرح منها جحياء فكل اللي انا بعمله دوت علشان لو لقدر الله انا ما قدرتش اكمل لاي سبب في الموضوع دوت العلم ما يبقاش شراح او طريق شرح ما تكون شراحة ولكن يكون الموضوع دوت مستمر وينتفع باكبر قدر ممكن فلما تنشره لعل حد يستفيد ويكون في ميزان حسناتك وحسناتي يلا السلام عليكم